المصالح الوطن وحمايته والحفاظ على مكانة البحرين المتقدمة على مختلف الصعود في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وبمتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن من أهم الثوابت التي تستند عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية بالإضافة إلى الحرص على أن يدعم الجميع بالأمن والاستقرار جاء ذلك خلال الإجاز الإعلامي الذي قدمه سعادة وزير الخارجية لعدد من كتاب الأعمدة والرائي والذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية حيث لفت إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على عدة مرتكزات أساسية ويأتي في مقدمتها إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أشار وزير الخارجية إلى أن السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على عدد من الركائز في مقدمتها حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ودعا إلى ضرورة معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات ووضع حد لطموحات برنامج الصواريخ الباليستية والعمل على ضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي وأضاف وزير الخارجية أن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل ركيزة أخرى من ركائز تحقيق غاية السلام في المنطقة مؤكدا أن بيان قمة العلا يشتمل على عدد من الالتزامات وأضح سعادته أن وزارة الخارجية ماضية في جهودها لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر